أمة واحدة نعم والسؤال هل نحن اليوم فيما ترى أمة واحدة الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبرك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وبعد فحي الله شيخنا المبارك أبا علاء وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يزيده توفيقا وسدادا ورشادا وأسأل الله جل وعلا أن يشفي شيخنا المبارك أبا إسحاق آمين وأن يمتع الأمة ببقائه وعطائه وأن لا احرمنا وإياه وإياكم فضله آمين وأسأل الله أن لا احرمنا أبدا شرف الدعوة إليه وكرامة البلاغ عنه آمين ودلالة الخلق عليه بحق إنه ولي ذلك والقادر عليه آمين ثم أود أن أبين لأمة الحبيبة أن حلقة الليلة بمثل ما طرح أبو علاء ليست جلدا للأمة لا وليست رجما للأمة وإنما هذا من باب استلال جرثومة الداء الذي استشرى في جسد الأمة الميمونة المباركة بيد تقية نقية بيضاء فها نحن الآن بفضل الله جل وعلا نشخص الداء من كتاب الله جل وعلا وسنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم لنحدد الدواء بدقة وأمانة أيضا من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم والسؤال الخطير الذي بدأت به أبا علاء هل الأمة الآن أمة واحدة؟ لا والجواب لا بد له من تأصيل يسير شدر سريع قال تعالى إن هذه أمتكم أمة واحدة نعم وأنا ربكم فاعبدون نعم وتقطعوا أمرهم بينهم كل إلينا راجعون نعم فأنا أود أن أبين لأحبابي بأن المراد بالأمة في الآية العلماء لهم في الأمة قولان نعم معنى كلمة أمة نعم القول الأول المراد بمعنى الأمة الملة نعم ومن ثم نعم فإن سألتني هل الأمة الآن أمة واحدة سأجيبك بأعلى الصوت؟ نعم على ملة واحدة أمة واحدة نعم أي على ملة واحدة نعم على ملة الإسلام نعم والمراد إن هذه أمتكم أمة واحدة أي إن هذه ملتكم ملة واحدة ارتضاها الله تبارك وتعالى لكم ألا وهي ملة الإسلام ذلكم الإسلام العظيم الذي ارتضاه الله لأهل السماء وأهل الأرض ورضيت لكم الإسلام دينا المعنى الثاني وهو الذي تسأل عنه الأمة من الناس الأمة هي الجماعة من الناس التي تجتمع على قصد واحد سواء كان حقا أو باطلا صحيح وأمة الإسلام أي جماعة المسلمين التي تجتمع الآن على هذا الدين العظيم وعلى عبادة الله تبارك وتعالى يؤسفني ويؤلمني كما يؤسف ويؤلم كل صادق غيور أن الأمة أصبحت أمما وأصبحت دولا هذا واقع نعم تمزقت الأمة إلى دول بل إلى دولات نعم